السلام عليكم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والسلام. النهار ده كده أخدكم في جولة بسيطة كده عند حبيبة قلبي وروح قلبي وأمي التانية عند خلتي. رحنا كده عملنا لها زيارة كده يوم وقابدنا معاه اليوم كله من أول والآخر. فقالت لي كده صوري الأفكار اللي في الشقة ووريها كده للناس ويقولوا رأيهم ايه فيها. إن شاء الله كده ووريكم جولة كده بسيطة وخفيفة. نكون ديوف كده خفيفة على قلبكم النهار ده. بسم الله إن شاء الله أول حاجة كده. لما نشوف حاجة حلوة. نقول كده ما شاء الله ولا حول ولا قواتها إلا بالله. كده ووريكم شكل النجفة هو في السقف بسم الله ما شاء الله ده شكل الرساب. بشأن هوريكم كده بالتفصيل دلوقتي. قال اللهم صلي عن نبي. طبعا يا جماعة لازم نصلي عن نبي كده ونذكر اللي. ونوحد الله كده ونقول ما شاء الله ولا حاوله على قوة إلا بالله كده زي ما أنتوا شايفين كده شكل المروح كده أصب بعد وده شكل السقف الجبس المبورد زي ما أنتوا شايفين بسم الله ما شاء الله وده كمان شكل العمود ده كده لما بنت في النور وهنعمل الإضاءة كده هتشوفوا شكله وعمل إيه دلوقتي هوره لكم ما شاء الله ولا حاوله على قوة إلا بالله واركه كمان قط النوم ووركه الحمام ده كده قط النوم ده كده الدولاب وجنبه كده دولاب صغير زي ما انتوا شايفين كده وده شكل السرير بسم الله ما شاء الله وده شكل الحمام السراميك بتاع الحمام طبعا لونه حلوة جدا وده ده اسمه على السراميك اللي ورا البنيو وده البنيو كده دابل زي ما انتوا شايفين بنيو كبير وعلى استارة كده وده المنظم اللي هو بتاع المنظفات فوق البنيو زي ما انتوا شايفين كده طبعا لون الحمام عجبني جدا لون السراميك ده بسم الله ما شاء الله شكله جميل ده بس جوزق من الحمام ما صورتش طبعا تصوير كامل. آآ لاني طبعا مش شقتي يعني فاحنا ايه نحاول احنا ان نصور كده على قدنا. ده شكل العمود طبعا لما النور بنور اهو زي ما انا وردكو. عليه بورج ايه بل يا ربي كده التصوير يكون واضح. ده بقى شكل الشاشة باسم الله ما شاء الله. وشوفوا كده عليها كده فيها تحف كده من فوق الساعة. آآ طبعا احنا طفيني الشاشة كده عشان ما نصورش حاجة في التلفزيون. ده شكل ده شكل النجف بسم الله ما شاء الله. طبعا سبحان الله الواحد متعود اما يجي يتكلم يقول بسم الله ما شاء الله والحمد لله يعني النعمة من عند ربنا. طبعا ده باب البلكونة جرار زي ما انتو شايفين كده واريكو كمان البلكونة. هي صغيرة مش كبيرة مفاش بس صغر التكييف. والآ وزي ما انتو شايفين كده هي فضية. ودي شكل الركنرونها احمر اهو زي ما انتو شايفين كده من ورا. ده بوريكو كده اللي هو اللي على العموين دوت اللي بينور. آآ هي عاملانها بقى الفرش ده اللي عليها الغامق ده. بسم الله ما شاء الله عليه. هي طبعا بتخيط عندها هوية الخياطة. ودي الترابيزة طبعا بتتحرك بيحطوا عليها الشاي وكده. بس هي حط عليها الراوتر آآ مستغل لها في كده. حط عليها الراوتر والرموتات والكلام ده بتاعة التلفزيون. وقدم هو بيسلم عليكم. هي بقى اللي مخيطها الفرش طبعا ده بتاع الركنة. بسم الله ما شاء الله. وعمل كمان مجلس كده في الارض. بتاعت الشاشة. وجنبه بقية الركنة هي اللي لونها احمر. طبعا اللون الفرش ده جميل جدا. ما حب الورد والالوان بتاعته دي. اللون الاحمر جميل طبعا. ده المنشر بينشره عليه هنا ما بينشرهش طبعا في البلكون. آآ ودي صفرة كده يعني محطينها كده على جنب. وده شكل السقفة هو شكل الانو. الادواء اللي في الجيبسن برد. بسم الله ما شاء الله. طبعا دي شكل المراوح. آآ طبعا بقى دي سجادة كبيرة جدا جدا قصتها. ده سجادة جايبها من السعودية بسم الله ما شاء الله. آآ بجدة الوانها جميلة جدا. هي قصتها كده عملتها كده صغيرها. عشان طبعا السجادة بجد بجد تقيلة وكبيرة. فهي ما قدرتش طبعا ان هي تشيلها وتحطها. فقصتها كده زي ما انتم شايفين. واستغلتها كده عملت لها دوسات كده في الارض. ما شاء الله. ده بقى وريكم شكل الرقنة هو جميل جدا وآآ واحنا نطليعين كده بقى عالطرقة. الطرقة دي طبعا هنا بتودي على الريسепشن وتودي على الاوض. وهنا الحميم. ده ببى للحمام هنا في الطرقة. دي الجزيمة. ده ببى بالشقة. يعني اللي يدخل ما ببس شقة. يروح كده wetter زي ما انتم شايفين كده عالريسيبشن وده الحميم. بقيت خالص بقى عن الاوض. محدش يكشيف الاوض. الاوض بقى هنا الناحية التانية كده في الطرقة دي. آآ تلات قوات كده زي ما انتم شايفين. دي قوة فيها مجلس عربي بس. بيعودوا فيها كده فيها التلاجة. وده بقيت السجادة هي في الارض زي ما انتم شايفين كده. وده المبغ بقى هنا. بس ما صورت الكوش طبعا المبغ. وهنا بقى قط النوم. هفتح كده معكم النور. هوريك قط النوم. ما شاء الله. آآ جميلة جدا. بص هنا في دلاب صغير وده الدلاب الكبير بتاع قط النوم. ما شاء الله ولا حولها ولا قواتها الا بالله. آآ طبعا آآ فيه تسريحة وفيه مرايات وكده وانا مش عايز ازهر. احاول كده ووريكوا كده الدلاب من غير ما ازهر ان شاء الله. وده السريح كده زي ما انتم شايفين. شكله ما شاء الله جميل. وده كومودينو. فيه كده نجف وفيه اداءة برضو. وده بقيت السجاد. السجاد طبعا يعني عاملها كطاع كتير. عشان طبعا السجادة كبيرة زي ما قلتلكم. ما شاء الله وده الشباك. يا ربي كده الفيديو يكون خفيف كده ويعجبكم. دي قوضة مقفولة طبعا ماردتش افتاحها. آآ بسم الله ما شاء الله. وده شكل الطرقة وده باب الشقة. يا ربي الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وكلمة حلوة كده منكم. ترفع روحنا المعنوية كده. وتخلينا كمان نقدم اكتر واكتر في القناة. بسم الله ما شاء الله. دي شكل الاضاء. يا ربي الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بكلمة حلوة. مع السلام.